السلام عليكم أحبائي اليوم سنمر إلى مجال القرية والمدينة وبالضبط إلى النص القرائي مدينتي تتغير كنا في سهرة عائلية فأخذنا الحديث إلى مدينتنا فقال جدي هذه المدينة كانت صغيرة شوارعها ضيقة ونظيفة بناياتها قليلة لارتفاع ومع مرور الزمن أصبحت شوارعها فسيحة وكثرت عماراتها الشاهقة وازداد عدد أحيائها كثر السكان فزادت حاجتهم إلى المدارس والمعامل والمستشفيات ودور الشباب في وسط المدينة تجد المقاهي ودور السينما والمكتبات تبعت كل مجد باهتمام ثم قاطعته لكن مدينتنا في حاجة إلى حدائق الأطفال هذا الرأس هو قال سدقت بني حدائق الألعاب قليلة معجم المساعد حدائق الألعاب مقهى سينما أغني معجمي ألوي الكلمة وجمعها باللون نفسه ألعاب لعب لعبة لعب ملاعب ملعب أبحث عن عائلة كلمة مكتبة مكتب كتاب كتب كتابة يكتب كاتب كاتب مكتوب أملأ البطاقات بكلمة تنتمي إلى مجال المدينة المدينة شوارع معامل عمارات مدارس مستشفيات ماذا يوجد في وسط المدينة؟ يوجد المقاهي ودور السينما والمكتبات أذكر مرافق وردت في النص المدارس المعامل المستشفيات ودور الشباب أيضا المقاهي ودور السينما والمكتبات ماذا ينقص المدينة؟ ينقص المدينة حدائق للأطفال أكتب الخدمة المناسبة لكل مرفق مدرسة للتعليم مستشفى للعلاج معمل للصنع أو الصناعة عمارة للسكن مكتبة للمطالعة مقهى للاستمساع للتسلية وتناول أطراف الحديث أضع المسافي أمام أفكار النص هنا يقارن جد بين المدينة في الماضي والحاضر وأيضا يتحدث عن حدائق الألعاب لأنها قليلة في المدينة ولكنه لا يقارن بين القرية والمدينة نهاية الحصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر